استعدادات حكومية مكتملة للمشاركة في جولة مشاورات جينيف وزير الخارجية خالد اليماني أوضح في أحدث تصريحاته أن الوفد الحكومية سيضم 14 شخصاً بينهم 8 مفاوضين والبقية خبراء سكرتاريا في وقت لم يرشح عن الحثيين شيء حول طبيعة وقوام الوفد الذي سيمثلهم في هذه المشاورات الوزير اليماني أفاد بأن الحكومة على تواصل مع مكتب المبعوث الخاص وتدعم كل توجهاته التي وردت في الدعوة الأولى التي أرسلت للرئيس عبد الربو منصر هادي في الخامس عشر من شهر أغسطس وأنها على تفاهم تام حول القضايا المراد مناقشتها وآلية تناول هذه القضايا محاور أربعة ستناقش في جولة جينيف بحسب الوزير اليماني الذي أشار إلى أن اثنين من هذه المحاور يتعلقان بإجراءات بناء الثقة وإشكالية دفع جور العاملين في الخدمة المدنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وكيفية حلها في ظل الرفض المطلق الذي يبديه الحوثيون للتعاطي مع هذا الأمر وقبيل انطلاق المشاورات كثف المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث من تحركاته ومشاوراته مع الأطراف اليمنية من بينها لقاء أجراه مع ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسس في مايو من العام 2016 بدعم من الإمارات ليحل محل قوى جنوبية أصيلة معنية بالقضية الجنوبية لكن البيانة الصادرة عن مكتب المبعوث الأممي اكتفى بالتوضيح بأن اللقاء ناقش الدور الذي يمكن أن يلعبه الجنوبيون في العملية السياسية دون مخوض في التفاصيل ولا مؤشر على أن المجلس يمكن أن يكون جزء من مشاورات جيني في المقبلة رغم استعداد رئيس المجلس للدخول في العملية السلمية وفي القاهرة أكد رئيس الوزراء دكتور أحمد عبد بن دغر خلال لقائه السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيتولار أن ميليشيا الحوثي لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم وفي المقابل يؤكد الحوثيون أن التحالف ليس جادا في الوصول إلى حلول سياسية تخيم إذن حالة من عدم التفاؤل لدى جميع الأطراف المعنية حيال الجولة الجديدة من المشاورات التي يضع المبعوث الأممي مارتين جريفث كل ثقله وخبراته في إدارة الأزمات لإنجاحها فهل ينجح جريفث فيما فشل فيه المبعوثان السابقان؟